لازهرات اول ما يبدأ الشتاء بيجي عبالنا لازهرات والازهرات هي من العادات القديمة وبنفس الوقت لما تنزل لازهرات وبنبدأ نتناولها تخطر عبالنا اسئلة كتير ليش الزهرات العشاب بكمية كبيرة اسمها زهرات لكن بنلاقي فيها بذور بنلاقي الزهرات الموجودة بالاسواق هي عبارة عن مرمية ونعنع وحلبة وشومر وينسون وكليت جبل وقائمة طويلة من النباتات فبيجي عبالنا هل بالفعل هذه الزهرات اللي كانوا يستخدموها اجدادنا في السابق ومن وين اجت اصلا فكرة الزهرات فكان لازم كابن النفيس نبحث عن مصدر الزهرات ونجيب على اسئلة كتير تيجي في بال الناس انه هل بالفعل هذه الزهرات هي الزهرات القديمة وهل الاعشاب الموجودة في الزهرات هل هي موجودة بشكل عشوائي ام بشكل علمي الزهرات بدت او بدايتها في بلاد الشام بلاد الشام وتركيا من اكتر من الف سنة كانوا زمان يلموا مجموعة من الاوراق والازهار يجففوها في فصل الصيف في فصل الربيع في فصل الخريف حتى يبدوا يشربوها في فصل الشتاء عشان يدفيهم عشان تقوي منعتهم وعشان برضو تحميهم من امراض الشتاء بدأت بدأنا بتتبع النباتات الموجودة في اه ومكونات الزهرات القديمة تفاجأنا انه هي مختلفة تماما عن الزهرات اللي احنا بنشربها اليوم والتير من الاسئلة او كل الاسئلة اللي انتم بتيجي في بالكوا جاء اجابوا عليها اجدادنا القدماء اول شيء الازهرات اللي كانوا بيستخدموها هي فقط عبارة عن مجموعة من الاوراق والازهار لانه ما بنفع يكون في نفس المكونات بذور زي بذور الحلبة مثلا او بذور الشومر ولحاء القرفة اللي هي تحتاج الى غلي مع اوراق لا تحتاج الى غلي بل تحتاج الى نقع في ماء ساخن اذا فرضية او مكونات الزهرات الموجودة حاليا نسفها اجدادنا القدماء هم كانوا بجمعوا ازهار واوراق فقط وهذا دليل على انهم كانوا يدركوا المكونات اللي كانوا بيستخدموها الشيء التاني هو الاجمل في ذلك انه الازهار والاوراق اللي كانوا بيستخدموها كلها تسير في نفس الاتجاه فاحنا كشركة ابن النفيس جمعنا هذه الاوراق والازهار التي وجدت في الكتب الطب القديم الطب الشعب القديم منذ مئات السنين وجمعناهم في منتج واحد اسمه ازهارات ابن النفيس فالازهارات التي اللي كان بيشربها اجدادنا احنا اوجدنا هالكوا اياها كما هي وهي مجموعة من الازهار والاوراق منها ازهار البنفسج وازهار اللفندر وازهار البابونج وازهار الزاطر وغيرها من الاوراق والازهار التي كانت تستخدم من مميزات او فوائد لازهورات اللي احنا بنحكي عنها اللي كان بيستخدمها اجدادنا واحنا احيينا هذا التراث بيه كما هو اول شيء انه هي عبارة عن اوراق وازهار بمعنى لا تغلى ولكن تنقع في ماء ساخن رقم اتنين انه كل هذه الازهار والاوراق مقوية لجهاز المناعة اللي احنا بنحتاجه في فصل الشتاء نتيجة تعرضنا لامراض كثيرة رقم ثلاثة انه الازهورات والاوراق هادي تعتبر مضادة لامراض الشتاء وكوقاية لالتهابات الجهاز التنفسي مثل الكحة والانفلوانزا والرشح والالتهابات الحادة لالجهاز التنفسي وحتى انها تخفف من حدة الربو في فصل الشتاء لانه بتزيد الفائدة الرابعة وهي ايضا مهمة عشان نعرف قديش اجدادنا كانوا مهتمين بتجميع هذه النباتات بشكل علمي وبشكل دقيق انها مضادة للاكتئاب وبالذات اكتئاب الشتاء لانه عادة فصل الشتاء مرتبط بحالة اكتئاب وخمول وكسل بينما تناول الزهورات هادي راح تكون مضادة للاكتئاب وهادي من ضمن مميزاتها ومكوناتها ايضا بيبتدي شعور بالدفئ والطاقة والحيوية يعني الزهورات اللي كانوا بيشربوها اجدادنا هي ظهورات صحية وظهورات بشكل علمي وبشكل منطقي انه مضادة للاكتئاب مضادة لامراض الشتاء مدفئة كلها تسير باتجاه واحد مقوول المناعة وطبعا احنا وفرنا لكم الزهورات هادي بالشكل الطبيعي وهتلاقوها موجودة في فروع مراكز مراكز ابن النفيس هتلاقوها في المولاد هتلاقوها في الصيدليات وان شاء الله راح تشربوا الزهورات عام الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين الزهورات اللي كانوا بيشربوها اجدادنا من اكتر من الف سنة ونلغي فكرة الزهورات الموجودة بالشكل العشوائي اللي يخلط البذور مع الاوراق اللي عادة ربما تكون لها تفاعلات عكسية عكس بعض لا احنا اليوم مع الزهورات الاجداد واحنا في عندنا شعار موجود على الكارتونة تباية الزهورات مشروب الزهورات الاصلي من خبرة الاجداد يحييه الاحفاد بالعلم والاثبات شركات ابن النفيس اشتركوا في القناة